السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا حبيبي عاملين ايه? لو اول مرة بتشوفونا ياريت تشرفونا باشتراككم معنا في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من حلقاتنا بازن الله. احنا النهاردة معانا ورقة فوم باللون البنك هنشتغل عليها. هنعمل منها علبة لهدايا الاطفال. معانا هنا الادوات اللي هنستخدمها المقص والالام الرصاص. انا رسم الشكل اللي احنا عايزينه او اللي احنا هنعمل منه علبة الهدايا بالشكل ده كده على شكل ارنب. رسمته على ورقة. وقصيته بالمقاس اللي انا عايزاها بالشكل ده كده. بحيس ان احنا لما نرسمها على ورقة الفوم تبقى مقاساتنا مزبوطة. هناخد الورقة كده. وهنحطها على ورقة الفوم. وهنبتدي نعلم حواليه الرسمة بالقلم الرصاص. والشكل ده كده. واحدة واحدة كده. وبمسك الورقة كويس. عشان يبقى الرسمة مزبوطة. والشكل ده كده. برسم حواليه الرسمة بالكامل. ده شكلها كده على الورقة بعد ما رسمتها. حبتدي بقى ان انا اقصة باستخدام المقاس. بالشكل ده كده. ده شكلها كده بعد ما قصتها. شكل الارنوب. هنجي بقى عند الاطراف. الاربع اطراف دول. وهنعمل آآ صقب دايرة صغيرة. ممكن نعملها باستخدام اللباسة قلم. هناخد مقاسة دايرة. دايرة بسيطة جدا. بعلمها كده. على الاربع اطراف. وعند راس الارنب. من حيتين بالشكل ده كده. دا شكل الدايرة. هاقصها بقى باستخدام المقاس. او ممكن لو عندك الخرامة اللي هي بتاعة الورق. آآ ممكن نعمل منها برضو الدواير على الاربع اطراف. دا شكلها كده بعد ما قصتها. بالشكل دا كده. بقى عندنا العلبة اللي هنحط فيها الهدية للاطفال. ممكن نحط فيها لعبة صغيرة. ممكن نحط فيها آآ بومبوني للاطفال. آآ ممكن نحط فيها الملبس بتاع السبوع. تنفع علبة هدايا نقدمها في اي مناسبة. معايا هنا آآ سلك روباط. هاخد منه جزء بسيط. وهبتدي اربطه هنا في النص. بالشكل دا كده. ربطة بسيطة كده. وهاجي عند الطرفين. بتوع راس الارنوم. وهاخد الجزء اللي متبقي من السلك. بحطه في النص كده كويس. وبعمل ربطة بسيطة. وبعدين هعمله على شكل في يونكا. بحيس انها تدينا شكل حلو للارنوم. والشكل دا كده. لو مش عندك السلك اللي هو بتاع الربطة ممكن نستبدله بشريط ستان. نعمل منه الربطة ونعمل منه الفيونكا. هيبقى شكلها جميل جدا برضو. بالشكل دا كده. معي هنا آآ عينين هنعملها قليل الارنوم. دي عنين جاهزة بتتبع في المكتبات. لو مش عندك ممكن ترسميها بالقلم الالوان. او ممكن تقصيها على ورقة الفم وتلزقيها. تقص رسمة العنين باللون الابيض والاسود. وتلزقيها على على العلبة. بالشكل دا كده. انا بلزق العينين باستخدام مسدس الشمع. كمان عملت آآ شكل قلب باستخدام الفوم الجليتر. بحيس ان ان هو يدينا شكل الانف بتاعة الارنم. بفك اللزق من عليها وبلزقها. بالشكل دا كده. اجيب الالم الالوان. باللون الاسود. وببتدي اعمل الفم. خط كده. وفي دايرة من تحت. وهبتدي ارسم هنا على الودان. بالشكل دا كده بعمل خط ونقطة. حوالين الودان من الداخل. بقت معانا بالشكل دا كده. دا شكله. وكمان عملت له الشارب. بالشكل دا كده. هنا رسمت الفم. ورسمت كمان الحواجب. وعملت الودان. بتاعة الارنم. بقى معانا جاهز بالشكل الجميل دا. طبعا شكل العلبة هيعجب الاطفال جدا. كمان رسمت هنا آآ وردة على ورق الفم الجليتر. بحيس ان احنا نزين بها برضو الود الدبدوب او الارنوبل اللي معانا. هو شكله كده برضو كويس من غير حاجة. ممكن تعملي شكل الوردة او شكل فيونكا. اي شكل تحبيه. بقى معانا كده علبة الهدايا جاهزة. بالشكل الجميل دا. طبعا العلبة دي تنفع في المناسبات اي مناسبة. ممكن في اعياد الميلاد للاطفال نحط فيها الهدايا والبنبوني. وممكن كمان آآ في السبوع تنفع نحط فيها الملبس بتاع السبوع. وممكن آآ في الاعياد نحط فيها توزعات العيد والعديات. او ممكن نحط فيها لعبة بسيطة للاطفال كهدية في اي مناسبة. العلبة جميلة جدا وشيك وشكلها حلو والاطفال طبعا بيحبوا الاشكال دي. وطبعا سهلة جدا وبسيطة. ومش مكلفة. وهتعجب اطفالك جدا واتفرحهم. وحاجة جميلة من صنع ايديكي. فلو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوناش في اللايك. وشير لاصحابكم عشان يستفادوا. وتفعالوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من حلقاتنا بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.